هذا البرنامج برعاية النخلة الشجرة المباركة ذكرت في القرآن الكريم وكرمها الله سبحانه وتعالى نتابع معكم من الأردن أنواع النخيل المعاملات الزراعية المشاكل التي تواجه زراعة النخيل في المملكة الأردنية مرحبا بحضرتكم مرة أخرى في الزراعة العربية النخلة المباركة ذكرت في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى كرمها بتحتل مكانة مهمة جداً عند المواطن العربي نحن موجودنا في المملكة الأردنية في مزرعة بالنخيل صنف البرحي نتكلم النهاردة عن المعاملات الزراعية المختلفة نتكلم عن الإنتاجية إيه الفرق ما بين استخدام جهزة معالج المياه المغناطسية في الري بالنسبة للنخيل وما بين استخدام المياه العداية في الري طبعا في البداية برحب أحضرتكم أهلا وسهلا بيك سيد سامح قبل ما نتكلم في الزراعة أو النخيل خصوصاً نحن نتكلم النهاردة أن الأردن أو الفلاح في الأردن يتعامل مع الزراعة من سنين طويلة يتقابلوا مشاكل كثيرة جداً يتغلب عليها هو محب للإنتاج القطاع الزراعي في الأردن زمان كان شكله لي سيد العزيز الأردن معروف تاريخياً بزراعته منذ القدم والزراعة في الأردن نوعاً ما يوماً عن يوم أعمالها تتطور لأن المزارع الأردني يواكب كل جديد في عالم الزراعة وهو على اطلاع شامل وكامل وتواصل مع السوق العالمي وبزيارة المعارض الخارج البلاد المزارع الأردني أخذ على عاطق وتطوير هذا القطاع لأنه بتعرف أنه هذا أمر غذائي يهم المواطن الأردني وهو محور رئيسي ومحور هام يدفع بعجلة التنمية والاقتصاد في هذا الوطن العزيز لو قلنا نتكلم على الزراعات المميزة للأردن إيه أهم المحاصيل التي تهتم بها يعني إحنا إذا بدنا نحكي عن الأردن بشكل كامل إحنا الآن بالفترة الأخيرة بالعشر سنوات الأخيرة اشتهر عندنا منطقة الأغوار الوسطى والجنوبية زراعة النخيل المجهول وتميزنا في هذا الاستثمار وبلغ حجم الاستثمار فيه تقريبا مليار ومثين مليون دينار والاستثمار في نخيل المجهول فتح أمام وأسواق عالمية ويشتهر الأغوار في هذه الزراعة الناجحة والاستثمار الناجح وهي شجرة زي من تعالى شجرة مباركة ومتحملة للظروف القاسية ولملوحة المياه اللي إحنا يوما بعد يوم بالأردن لأنه الأردن معروف يعني عالميا بأنه بيحتل المركز الرابع للأسف بفقر المياه وشحها وتدني نوعية المياه فالنخلة يعني بالأخص في منطقة الأغوار لاقت استحسان جيد من الناحية الاقتصادية كذلك الأمر يعني سلة الغذاء العربي معروف في منطقة الأغوار هي سلة من سلات الغذاء العربي يشتهر فيها زراعة البيوت المحمية وتصدير الخضار لخارج الأردن والاكتفاء طبعا الذاتي موجود هذا عندنا بمفضل الله بالإضافة نحن الأردن كمان فيها عندنا زراعات زي العنب اشتهرت في الفترة الأخيرة يعني وتفوقنا فيها زراعات الدراق أنتوا بتسموه عندكم في مصر الخوخ ويعني نحن عندنا منطقة بالمفرق بمنطقة شمال شرق الأردن فيها تقريبا 2 مليون و200 ألف شجرة دراق لوزيات ومنصدر هذا الانتاج لخارج الأردن يعني السوق الخليجي العربي من فضل الله من بده بهذه الفواكه الطيبة وعندنا مناطق برضه استراتيجية بالزراعة زي مناطق الأزرق والجفر ومناطق الجنوب لقويرة يعني من فضل الله فيه تنوع مناخي موجود في داخل الأردن وهذا التنوع المناخي أتاح الفرصة أمام المزالع بأنه يزرع أصناف عديدة من الفواكه والخضار ويعمل اكتفاء ذاتي للأردن داخلياً ولتسويق المنتجات خارج البلاد المجهول صفات التمور المنتجة منه يا سيدي احنا المجهول صنفة عملنا معه بمزارع الأغوار في براعة وتقنية عالية جداً لأن المزارع الأردني من فضل الله لما يشتغل بشغل يحب يتميز فيه ويحب ينتج أفضل ما عنده بهذا الانتاج عملنا طبعاً برامج واسعة بموضوع خدمة أشجار النخيل المجهول ومن فضل الله طلع عنا انتاج مميز جداً في داخل الأردن وفي عنا شهادات عالمية منحت لبعض المزارعين من الأردن أمثال الله يرحم الدكتور عبدالله عرار وإلو فضل وبصمات واضحة في هذا القطاع وعنا جمعية تؤسست بالفترة الأخيرة جمعية التمنتجية ومسوقية التمور الأردنية أخذت على عاطقة هذه الجمعية برئاستها اللي هو الدكتور أنور حداد الله يزير خير على تطوير قطاع النخيل وتطوير زراعة النخيل والصنف المجهول اللي عنا من فضل الله يعني أحجامه كأحجام جامبه والمواد الغذائية فيه بتراكيز عالي جداً ومطلوب بالأسواق الخارجية نحن من فضل الله تمكننا صنف المجهول لتصديره لدول أمريكا ودول أوروبا ولقى استحسان بطعم مميز ولون مميز وشكل مميز وجودة عالية جداً سوسة النخيل أخبارها بتتعامله معها زيك؟ يا سيدي سوسة النخيل الحمراء أو السوسة الهندية هي حشرة معروفة عنها من الحشرات اللي نوعاً ما التعامل معها بده براعة وبده كفاءة عالية وبده تقنيات ومهارة عالية مزارعنا زي ما ذكرتلك سابقاً مزارع أخذ على عاطقه تطوير نفسه يوماً بعد يوم بيحدث المعلومات اللي موجودة عنده وبعمل تجاربه الداخلية في داخل المزرعة وبقاوم هذه الحشرة اللي هي عمالها بتفتك صراحةً في كميات ضخمة من أشجار النخيل في الوطن العربي وفي الأردن بالتحديد بالفترة الأخيرة من فضل الله قامت وزاة الزراع مشكورة بعمل حملات على سوسة النخيل في منطقة الأزرق اللي احنا اليوم متواجدين فيها ومنطقة الأغوار الشمالية والأغوار الجنوبية وبالتعاون مع المزارعين ومتابعة هذه الحشرة رجعناها لأعدادها الاقتصادية من فضل الله وتمكنت برضو شركة سماسطنبول للمعدات الزراعية حديثة بتصنيع ماكينات حقاً لهذه السوسة النخيل ولاقت استحسان وكانت لها بصمات واضحة بمكافحة هذه الحشرة مما انعكس هذا الكلام على تنمية هذه الشجرة المباركة لف المبيدات من الملفات الهامة جداً للقطاع الزراعي والنهاردة في تطور كبير جداً في صناعة المبيدات انتشرت على مستوى العالم وبقت لابد منها لإحداث نوع من الانتاجية كيف يتم التعامل مع المبيدات في المملكة الأردنية؟ هل هناك إصراف؟ هل المبيدات تؤثر على صادرات الأردن؟ يا سيدي احنا بالأردن عندنا المزارعين خلينا نصنفهم لأكثر من صنف احنا عندنا مزارعين يعملون في هذا القطاع يحصلون ولديهم خبرات عالية جداً لما بده يقرر الرشة لمزارعة المزارع بيكون هو على يقين بحاجة باحتياج هذه الرشة لأنه انت بتحكي عن تكاليف مادية وبتحكي عن عوائد مرضية عالية جداً على المواطن كان بالداخل أو بالخارج هذا المزارع من فضل الله ومتميز باستخدام المبيدات بيستخدم المبيد بالوقت اللازم وبالدوز اللازم وبعرف شو اللي بده إياه بالضبط في الاستخدام معلومة عن فترة الامان الحيوي؟ طبعاً فترة الامان لكل مبيد تختلف من مبيد لآخر ونوع المبيد يختلف من نوع لآخر منها المبيدات البخارية ومنها المبيدات الفسفورية والملامسة والجهازي يجب أن المزارع قبل استخدامه للمبيد يكون على وعي كامل لفترة الامان المستخدمة وطريقة التعامل مع هذا المبيد لنا للأسف فقرة بسيطة اللي هي المزارع اللي يفتقد المهارة بالتعامل مع المبيدات وهم قلائل للأسف وهم عادة من غير الأردنيين يعني احنا في عنا بعض الأخوة الباكستان وبعض الأخوة اللي بتعاملوا في قطاع الزراعة بزرعوا على حسابهم الخاص في منهم بعض الأشخاص يفتقدون المهارة بالتعامل مع المبيدات اللي انت تحدثت عنها فترة الأمان وكيفية التعامل سوى صورة المنطق عموما طبعا يعني هذا هو الكمال لله وحده وكل موضوع يجب أن يكون في بعض الثغرات بس من فضل الله سيطر عليه هذا الموضوع بالفترة الأخيرة والإنتاج الأردني لقى استحسان في الوطن العربي وفي الخارج يعني في دول أوروبا هل لك معمل حكومي لتحليل متبقات المبيدات داخل المحاصيل؟ طبعا طبعا هذا الموضوع يعني بالتحديد وزارة الزراعة من فضل الله مهتم فيه جدا وعلى متابعة وعلى زيارات ميدانية لكل مزرعة بمزرعتها وهذا الموضوع احنا نسميه خط أحمر لأنه هذا يلمس صحة المواطن صحة المواطن الأردني والعربي والمسلم والخارج البلاد فإحنا يعني بميزنا في هذا البلد المبارك بأنه إحنا دائما متابعين هذا الموضوع المزارع متابعه بالقطاع الخاص وشركة الأدوية نفسها اللي موجودة في البلد متابعيته ووزارة الزراعة من فضل الله بتعمل على متابعة هذا الموضوع من خلال مدريات الزراعة المتشرة في كل المملكة ومن خلال الحملات التفتيشية على المصدرين وعلى أسواق المركزية المحلية محاصيل الاستراتيجية بالنسبة للمملكة الأردنية تتمثل فيه؟ يعني إحنا إذا بدنا نتكلم على الخضار بنتكلم بالمحصول الرئيسي اللي هو ملك الخضار اللي هو خلال نسميه البندورة أو الطماطم عندكم في مصر البندورة من الزراعات اللي معروفة والمشتهرة جدا واللي بارع فيها جدا المزارع الأردني هذه يعني عمستوى الخضار وبترتب بعدها طبعا الإخيار وبترتب وراها مثلا الملفوف والشمام والبطيخ يعني هذه كلها زراعات استراتيجية والبصل والبطاطا إحنا بالفترة الأخيرة من فضل الله البصل يعني قدرنا نحقق اكتفاء ذاتي في البصل وعدم احتياج للاستيراد والبطاطا كذلك الأمر من فضل الله عمالنا منوصل لأرقام بإنتاج المحلي بأنه نسكر الاحتياج الكامل للمملكة من المزارعين المحليين اللي موجودين داخل البلاد دور البحث العلمي في النهوض بالقطاع الزراعية خصوصا إحنا في بداية اللقاء اتكلمنا عن المياه وجودة المياه أنا لاحزت أن أنت النهاردة موجود عندك تقنية معالج المياه المغناطيسي ومهتم بأن أنت فعلا تبتدي تتوسع في التجارب وفي التنفيذ داخل المحاصيل المختلفة اشرح لي متى تعرفت على هذه التقنية والمراحل اللي تمت بعد كده لغاية لما شفنا أن نحنا النهاردة بنستخدمها وبقتشيء أساسي عندنا في الأرض يا سيدي زي ما ذكرت لك سابقا إحنا المزارع الأردنية مزارع دائما ببحث عن العلم وببحث عن تطوير نفسه ما بستنى يتلقى المعلومة من الشخص الآخر كان قطاع حكومة أو غير عشان هيك إحنا دائما متابعين الشبكة العنكبوتية ومتابعين المؤتمرات اللي بتصير بالخارج ومتابعين أيضا المعارض اللي بتصير خارج البلاد ومنحب دائما نطلع ونتواصل مع الخارج حتى نكتسب المعلومات ونكتسب المهارات اللي موجودة ونطور أنفسنا لأنه إحنا اليوم في عنا رفع لمدخلات الانتاج وعنا تكلفة للعمالة وعنا تسكير للأسواق بسبب المنطقة الملتهبة اللي إحنا ما نعيش فيها من هون إحنا لازم أن تطور نفسك وتبحث على حلول لمشاكلك حتى تطلع بإنتاج راقي وفاخر تفتخر فيه وتحط عليه يعني بردوكتوف جوردن وتوصله للمواطن كان محليا أو خارجيا لذا إحنا عنا بالأردن زي ما ذكرت لك البلد الرابع للأسف نحتل لهذا الرقم إحنا يعني بنوعية المياه المنخفضة وبقلة وشح المياه من هون إحنا بالحوض هذا اللي إحنا متواجدين في اليوم حوض الأزرق المائي هذا الحوض يوما بعد يوم يتدنى مستوى المياه فيه وتتدنى نوعية المياه فيه بالفترة الأخيرة شهد الحوض نوعا من أنواع التملح ونوعية المياه يوم عن يوم تزداء سوء للأسف فنبحث إحنا دائما عن حل مشكلة الملوحة كان ملوحة التربة أو الماء وكان لنا تجارب سابقة فيما مضى يعني من عشرات السنين في المزرعة هذه وغيرها بحل مشكلة الملوحة للأمانة جهاز دلتووتر إحنا لما يعني تعرفنا على الشركة الأم في مصر وزرناهم وطلعنا على تجاربهم وعلى حجم العمل تبعهم تفاجأنا بأنه يعني ما شاء الله في جمهورية مصر موجود هذه الكفاءات وموجود هذا العلم وتم تطوير هذه الشركة بهذا الرقي وبهذا المستوى هذا الشيء طبعا إحنا نفتخر فيه كعرب ونفتخر فيه كمسلمين وطبعا أنا أول ما جبت الجهاز جبت لمزرعتي وركبته وبصراحة تفاجأت من النتائج من خلال أول شهرين بالتعامل يعني وأنا بتعامل مع شجر مش مع خضار الخضار معروف أنه استجابته أسرع للمتغيرات اللي بتسير الشجر من فضل الله تغير لونه صار فيه عندي خضار أفضل مائل للزرقة صار فيه عندي نمو موتاز تبين هذا الموضوع على القمم النامية صار فيه عندي تحمل الأمراض يعني أنا كنت أرش مثلا خلينا نحكي أمراض فطرية وأمراض حشرية كان عندي رش روتيني مستمر لأنه ذي ما أرش أنا فيه عندي ظروف صعبة قاعد بعاني منها من رطوبة ومن مشاكل حشرية صارت مقاومة الشجرة أقوى الشجرة صار عندها قدرة للتحمل لأنه صارت نفس الشجرة أشعر فيها أنها صار شجرة قوية النخيل أخذ عرض الشجر ارتاح الشجر فهذا الكلام بيّن أنه برضو كمان من خلال زراعتنا الأشتال الرمان اللي رح بعد شوي نشوفها مع بعضينا زراعنا أشتال الرمان قبل ست شهور من فضل الله كان فيه عندي نمو يعني صراحة غريب علما بإني ما أضفت أي نوع من أنواع الأسمدة ونعكس التقنيات الجهاز وعمله وكفاته اللي يعني أنا متفاجئ فيها صراحة ومنبهر من نتائج هذا الجهاز بأنه بشوف هذا اللي حكي على أرض الواقع ببدخل بالحق الدفتري معاي وقلمي بدي أسجل تسميد ما مش شايف أنه أنا بحاجر أسمات وهذا شيء إحنا بصراحة يعني هذا وسام إحنا نعلقه على صدور الشركة الأم ونحترم ونجل إلهم هذا العلم ونشكرهم لتطوير هذا تركيب الأجهزة على شبكات الرأي هنا كم فيه مشكلة وتعرفت على التركيب السليم إزاي عشان تدي معك نتيجة والله يشوف إحنا يعني دائما إحنا كمزارعين أردنيين نؤمن بالتجربة ونؤمن بالعمل بأيدينا إحنا من فضل الله تورثنا هذه المهنة عن أبائنا وأجدادنا وعندنا خبرات الحمد لله كافية بأنه إحنا نعرف كيف نركب شبكة الرأي تبعتنا والمرقطة تبعتنا اللازم نحطها قديش لازم تكون ونوع التربة هو اللي يحدد لك شبكة الرأي وطريقة تركيب شبكة الرأي منطقة الأزرق اللي إحنا متواجدين فيها اليوم منطقة صحراوية تربتها رملية منطقة جافة التربة مالحة جدا المياه برضو 1600 جزء بالمليون يعني نوعا ما مالحة عشان هيك أفضل طريقة للرأي أنه هون إحنا طريقة التنقيط طريقة التنقيط طريقة بإمكانك أنت تروي مساحة كبيرة في ساعات قليلة وطريقة بإمكانك توزع أنت المياه على داير ميدور الشجرة يعني والمجموع الجذري يأخذ كله ياته احتياجاته كاملة والنتح بكون قليل لأنه في عنا شعاع شمس عالي بالصيف فطريقة الرأي بالتنقيط هي كانت من أنجع وأنجح الطرق اللي استخدمناها عنا في المزرعة وأثبتت كفائتها مشكلة الملوحة كانت بتأثر على النقطات على شبكة الرأي نفسها وبعد ما ركبت الأجهزة إيه اللي حصل؟ يا سيد العزيز احنا متعارف عليه بالأردن أنه شبكة الجي آر بتخدم عنا من سنتين لثلاث سنوات بأحسن حالاتها إذا كان المصنع اللي متعامل معاه مصنع ممتاز وعنا احنا العديد من المصانع الجي آر في الأردن المنقطات احنا بالمزرعة هون منركب أفضل أنواع النقطات منركب يعني عشان ما نعمل تسويق لشركة تجارية معينة من أفضل مصانع موجودة في الأردن منركب منها ومتعودين أنه احنا خلال سنتين أو ثلاث سوات نغير شبكة الجي آر إحنا إلنا مغيرين الشبكة سنتين كنا ننوي السنة أنه نعمل على تغيير وحدة معينة في المزرعة لأنه جي آرها تجاوز عمر السنتين من فضل الله بعد تركيب الجهاز وجدنا أنه الطبقة الكلسية اللي موجودة في داخل النقطات وموجودة كانت متحورة على خرج النقطات اختفت وفي عندي بعض المنقطات حطينا علامات عليها ولقنا أنه هذه المنقطات بدأت يوم بعد يوم صارت نوعا ما تفتح وصارت تعطينا مية فسألنا الشركة الأم وترسلنا مع الخبراء يعني مع الموجودين في مصر وأفادونا بأنه تقنية المعالجة المياه بالتأيين المغناطيسي بتعمل على تكسير ذرات الهيدروجين اللي موجودة في المية مما ينعكس على إزالة الطبقة الكلسية اللي موجودة وفتح النقطات وهذا شيء بصراحة مبهر أني أنا أحفر على شبكتي بطول بعمر طويل وأستفيد من الشبكة هذا شيء منتغس جدا بالرغم من أن الزيتون بيتحمل لدرجة ملوحة مرتفعة لكن أنا كنت بسمع من المزرعين النهاردة أثناء قولتنا أن نوعية الزيتون نفسها اختلفت زيت الزيتون نفسه قودته بيت أفضل إيه اللي حصل مع أشجر الزيتون؟ يا سيدي زي ما بتعرف شجرة الزيتون المباركة شجرة ذكرت بالقرآن الكريم وشجرة نستخلص منها إحنا بالأردن هون الزيت ومشهورة الأردن من فضل الله باستخراج الزيت ويوجد عدة أصناف من الزيتون شجرة الزيتون زي مثيلاتها من باقي الأشجار شجرة لما بتاخد ميتها بشكل كافي وشجرة بتصير قوية وبتصير شجرة متينة بتعطيك طبعا مواد غذائية بشكل أعلى وبتعطيك تمثيلك لوروفيلة عالي هذا الحكي بنعكس على الزيوت اللي موجود الزيت اليوم اللي إحنا قاعدين نستخلصه بعد تركيب جهاز التوتر زيت من أرقى وأفضل أنواع الزيوت وإحنا أخذنا منه وعينات على المختبر وفحصناها لقينا أنه اختلف كليا عن الزيت العام وبشهادة الأشخاص اللي متعودين دائما يشتروا مننا الزيت يعني قالوا لنا الزيت كو غريب مش زي زيت العام وهذه كانت إحنا شهادة نفتخر فيها بأن الشجرة من فضل الله بعد استخدام ماء نشط لهذه الشجرة انطبع هذا الكلام وتغير على نوعية الزيت اللي طلعته وهذا شيء طيب وشيء جيد يعني قلتلي أول يوم كنا بنتكلم فيه وإحنا موجودين في الأردن أنا عندي عنقود العنب ممكن يوصل أوزان كبيرة جدا لمميزات أخرى بالنسبة للحب العنب تأثير استخدام المياه المغناطة أو المعالجة المغناطسيا على زراعات العنب السيد المزرعة هاي موجود فيها عنب والمشروع السابق اللي كنا فيه من قليل موجود فيه عنب أصناف مائدة إحنا عنا صنف بالأردن هون يعني يتميز فيه الأردن ويتميز فيه المزارع الأردني بإنتاجه اللي هو صنف الحلواني وهذا الصنف متعارف عليه أنه نوعا ما قطفه بكون أكبر من باقي الأصناف الأخرى من فضل الله يعني إحنا عنا خدمات وعنا طريقة للتعامل مع أشجار العنب بخبرات وحرفية عالية جدا بالسنوات السابقة وصل عندي أوزان بعض قطوف العنب لأربعة وخمس كيلو وهذا الشيء موجود بالصور رح نوريكم إياه بعد شوي إن شاء الله السنة هاي يعني بعد تركيب جهاز التوتر متوقعين إن شاء الله تعالى أنه هذا الحكي رح ينعكس على أحجام القطوف على أحجام الثمار نفسها وعلى نكهة الثمار يعني هذا الشيء إن شاء الله تعالى رح نلمسه وأنا عندي إيمان كامل وعندي يقين إن شاء الله تعالى أنه رح تكون النتائج أفضل تعليم الفني الزراعي أخبره إيه في الأردن؟ والله يشوف إحنا عنا لغاية الآن ما في مدارس متطورة بتعليم الخبرات الزراعية وإكساب المهارات مثل التقليم ومثل الخف والثمار والأمور هذه العمليات الزراعية يكتسبها الفلاح وأبناؤه من خلال الممارسة ومن خلال زي ما حكيت لك المعارض الزراعية والمؤتمرات والندوات والخبرات اللي بيتنقلها عبر وسائل التواصل مدرسة حرفية تعلم طعض الطلاب تعلمهم بشكل عملي يعني عن العمل في الحقل والعمل في الأرض لغاية الآن إحنا عنا كليات زراعة يعني بتخرج المهندسين الزراعيين زي ما بتعرف المهندس الزراعي لما بخرج من الكلية الهندسة بتكون خبراته علمية أكثر من ما هي عملية وهذا شيء غير كافي طبعا لممارسة الزراع بالشكل السليم سوق العمالة في الأردن بالنسبة للقطاع الزراعي شكله والله سوق العمالة إحنا عانينا بالفترة الأخيرة من مشاكل وتحديات وصعوبات ضخمة جدا بهذا الخصوص حيث وزير العمل أوقف استقدام العمالة من جمهورية مصر العربية وهذا نعكس على القطاع الزراعي في الأردن وأدى إلى أضرار جسيمة جدا أضرار اقتصادية وأضرار معنوية طبعا ارتفعت تكلفة الأيدي الأعمالة أعطيك على سبيل المثال أرقام كان عنا إحنا يعني معدل يومية العامل 10 دنين قبل إيقاف الاستقدام وبعد إيقاف الاستقدام وصلت لـ 20 و 25 دينار يومية العامل الزراعي وهذا الحكي طبعا نعكس على الإنتاج أنه ارتفع تكلفة المنتج عليك فخرجنا من بعض الأسواق العالمية بعدم قدرتنا للمنافسة لأنه المنتج نفسه ارتفعت تكلفته علينا بسبب إيقاف العمالة بالفترة الأخيرة سمحت وزارة العمل بفتح الاستقدام ولكن للأسف رسوم ارتفعت يعني كان احنا لتصريح العامل الزراعي يكلفنا 120 دينار اليوم صار تصريح العامل الزراعي يكلفني 520 دينار أربع أضعاف القيمة وهذا يعني عبارة عن تحديات جديدة وعائق يخلق لنا من جديد لممارسة هذه المهن الشريفة كيف تحاسبك الدولة على تكلفة الري أو المياه؟ يا سيدي احنا عنا برنامج موجود لدى وزارة المياه كل منطقة لها خصوصية معينة أعطيك مثال على المنطقة اللي احنا متواجدين فيها بالأزرق منطقة الأزرق منطقة سمحوا لكل دنم واحد من المساحة المزروعة 250 متر مكعب سنويا احتياجاتك انتل المي طبعا هي رقم أكبر من هذا الرقم طبعا هذه الأرقام تحددت لأنه احنا منواجه في الأزرق مشاكل مائية ومنواجه صعوبة لحل هذه المشكلة هم بنظرهم أنه هذه القرارات ممكن أنها تأدي إلى تخفيف الكميات المستهلكة من قبل المزارعين المزارع دائما تكلفة المي التي تطلعها لها تكلفة يعني هاي المي المستخرجة من باطن الأرض لها تكاليف استخراج ما ذكرت لك المزارع اللي بيكون شغال بشكل تجاري وبشكل اقتصادي كل نقطة مياه تخرج إلها حساب وإلها أثمان بغض النظر اللي بيدفعها للدولة أما بعد المتين وخمسين متر بده يتحاسب على العداد يعني هيك المفروض أنه يتحاسب على العداد بدفع قيم بتتملش من قرشين أردني وبتطلع على ست قروش هيك المفروض يعني فيه حد بيتقاوز المفروض؟ طبعا السنة إحنا للأسف برضو عنا تحدي جديد في الأردن اللي هو خلقته للأسف وزارة المياه بينها فرضت على الناس أثمان مياه تقديرية وهذه الأثمان لم يأخذوا قراءة العداد بالصورة بل هم اعتمدوا على الصور الجوية للأراضي المزروعة وعندهم حسابات معينة ما بعرف يعني مصادرها مدى صحتها للأسف ما كان دقيق الأرقام ما كانت دقيقة يعني أعطيك على سبيل المثال قالوا إحنا دون من نخيل بحاجة ألف ومئة متر مكعب من المياه فبيجوا على مزرعتك خلال صورة الجوية صورة الجوية بيشوفوا مساحة المزرعة الديش وبضربو لك إياها في الألف ومئة متر وبيحاسبوك بغض النظر عن وجود العداد طبعا هذا الحكي احنا رافضيا وجملة وتفصيلة ودخلين الآن حاليا في صراع طويل مع وزارة العمل لحل هذه المشكلة ونأمل من الله أنه تنحل مشكلتنا مع وزارة المياه ووزارة العمل احنا الأسف هذه الوزارات شكلها يعني سيدنا لما بوضع رئيس الوزراء في داخل الأردن وفي داخل البلاد الهدف بكون أن نرى هذا الموضوع أنه تنمية البلاد والنهوض فيها والنهوض في قطاعاتها ودولة رئيس الوزراء لما بوضع بشكل الحكومة وبشكل الوزراء يفترض أنه يكون الأهداف المرجوة والأهداف المأمولة من هذا التشكيل اللي هي دفع عجلة التنمية والنهوض في الأردن للأسف احنا الصراع اللي عمالنا منواجهه من خلال هذول الوزارتين هو صراع عنيد وهو صراع قوي جدا ونوصل مرات بالحوار لطرق مزدودة للأسف مع المسؤول هذا الحكي بنعكس على اتصامات في الشارع وبنعكس على خطابات رسمية نوجهها من الاتحاد الزراعي ومن الجمعيات الزراعية ونأمل من الله أنه يستجيب المسؤول الأردني للمواطن الشريف الذي يعمل في الأرض والذي يعمل من خلال هذا القطاع ويدفع فيه عجلة التنمية وينمي هذا القطاع الحي والهام كمواطن أردني شعورك اي تقاه مصر والمصريين اخواننا المصريين انا بعتبرهم يعني من الناس اللي بفتخر بمعرفتي لهم وبفتخر في زيارة مصر ومصر بلد ما شاء الله يعني ناسه طيبين ناسه محترمين احنا اخواننا المصريين في عشرة عمر يعني أنا كحمد سارة في عشرة عمر طويلة بينهم أنا بعمل في القطاع الزراعي من 20 سنة وبتعرف من خلال عملي في القطاع الزراعي عشرة الإخوان المصريين ويشتغلوا عندي ويعني في عشرة عمر بينهم وزورتهم في بيوتهم في مصر ما شاء الله عليهم من الناس المحترمين والناس الطيبين واللي بيمتازوا في القلب الأبيض يعني للأمانة مشكرك هذا هو المواطن العربي أو الفلاح العربي دايما بنتكلم عن قطاع الزراع والانتاج عن المشاكل اللي ما بينه وما بين الدولة يذكر فيه فترة من الفترات ان فيه مشاكل وفترة اخرى فيه خدمات مقدمة حالة من الشد والجذب ان شاء الله تستقر قريبا ما بين الفلاح وما بين الدولة كنتم معنا في برنامج ويزراء العربية من المملكة الأردنية شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة